وردنا سؤال من أخت سائلة تسأل عن مدة الحيض فتقول بأن شيوخنا الكرام أخبروني بأن علامة نهاية الحيض ظهور القصة البيضاء وأنا إلى الآن في حيض والمدة طالت حتى بلغت ستة عشر يوما أقول للأخت السائلة المدة الزمنية للحيض تقضع دائما للبيئة التي تعيش فيها البرأة فإذا كانت في بلد حارة فمن الممكن أن تزيد المدة إلى عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما وهذا ما قالوا الأحناف في فقه أهل العراق وإذا كانت في بلد كمصر هواؤها معتدل فالمدة الزمنية للحيض من خمسة إلى سبعة أيام وإذا كانت تعيش المرأة في بلد باردة فمدة الحيض من قطرة إلى ثلاثة أيام لأن عوامل المناخ أو المناخ تؤثر في قضية الحيض بيولوجيا بالنسبة للمرأة إذا زادت المدة عن المدة المعروفة بحسب البيئة التي تعيشها المرأة لابد أن تسأل طبيبة متخصصة فقد تكون هناك علة مرضية كالاستحاضة إذن عليك إن كنت من أهل مصر وزادت المدة عن سبعة أيام عليك أن تذهب إلى طبيبة متخصصة في أمراض النساء لأنه قد تكون هناك علة مرضية وإذا كنت ممن تستعمل وسيلة من وسائل منع الحمل فهذه الوسائل بطبيعة الحال تؤثر على زيادة مدة الحيض بتؤثر على الهرمونات فبتزيد المدة فتذهب إلى الطبيبة بتحدد لك المدة المعروفة للحيض وما زاد عن المدة تكون استحاضة ما الفارق بين الأمرين الحيض تمتنع فيه عن الصلاة والصيام أما الاستحاضة تصومين وتصلين بشرط أن تتوضأ للصلاة بعد الأذان لا قبل الأذان وتعيش حياتك الخاصة والتعبدية إذا كانت استحاضة فالاستحاضة بسبب علة مرضية فأسرع بالذهاب إلى طبيبة متخصصة ندعو الله أن يشفيك وأن يشفي نساء المسلمين أجمعين